18 سنة ما قدروا يقدمون حلول للبلد الآن تريدهم يقدمون حلول؟ بهذه الكلمات رد النائب رحيم الدراجي عضو اللجنة المالية على وعود الإعباد بمنح محافظة البصرة مبلغ 3 مليارات دولار بعد التظاهرات التي خرج بها أبناء المحافظة ضد الفساد الحكومي والأحزاب المنحة المالية فتحت الباب لأطراف سياسية للتساؤل حول مصدر تلك المغالغ بالتزامن مع تصاعد وتيرة تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية النائب محمد الصيهود قال إن مصير هذه الأموال مجهول ولا نعلم من أين أتى بها العبادي مشيرا إلى أن لا أحد يعلم من أي باب من أبواب الموازنة العامة للبلاد تم صرف هذا المبلغ فضلا عن كيفية تخصيص الحكومة لأموال جديدة وهي لا تملك صلاحية كاملة وإنما هي حكومة تصريف أعمال فقط الحكومة في بغداد وفي ظل عجزها وفشلها في درة البلاد وفق اعتراف النائب كاظم الصياد باتت تلجأ لإطلاق الوعود الكذبة في محاولة منها لتهدئة غضب الشارع أنت ما عندك شيء تقدمه أنت رجل مفلس مفلس في قضية التجارة مفلس في قضية إدارة الموارد البشرية مفلس في قضية إدارة الموارد المالية مفلس في علم وفنون الاقتصاد مفلس في كل شيء يا أخي ما يصير يعني أنا أنت مختل عقليا أنت تجي تلزم لك حكومة وتريد تقود دولة ما يصير يا أخي يا أخي يجب أن يعترف السياس الشيعي بأن هو فاشل العبادي كان قد وعد بتوفير عشرة ألاف درجة وظيفية لسكان البصرة إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا يبين العثور على طلبات التعين وقد تم رميها في مكب للنفايات إطلاق العبادي للدرجات الوظيفية كان محاولة لإسكاة الشارع في البصرة فضلا عن كونه حلا ترقيعيا بحسب النائبة انتصار علاوي